يعني اصبعين هم مصطبع هتلاهوا واحد ويرم والتاني لا تلع الصورة يا جماعة واخدين بالكم هو هحملها دلوقت ايوه اهى معانا بعد كده يا جماعة الطاير تحس ونازم من جنة خلع شوف هانت الله ازاي طبعا هو يعني الطاير الاليف جدا بغيركوش اللي هو بيعمل له ده وقت شايفين اصلا فتحة بوق قد ايه واهلا بيكم في فيديو جديد طبعا انت اول ما تسمعوا الصوت ده على الطلب بتعرف ان احنا بدأنا عنا بوسم التيرون مهاجرة هو شغال دلوقت اسمه نكشارة الصفصاف او عصور الخدري يعني زي ما احنا بنسميه العصور ده يا جماعة هو اول حاجة بتيجي في موسيب التيرون مهاجرة هو عصور صغير جدا في الحجم بيكون يجي على الصوت اللي احنا نشغلينه ده في الاخر يلزع على المخيت هنواليكم يعني كل ده دلوقت وفي الاخر بنمسكه العصور ده هو اكل الحشرات ويلا بيلا من غير كلام كتير هنتفرج عليه دلوقت ده مساء اللي قدامنا ها المخيت ده يا جماعة بيكون بيلزع جامل زي ما انتم شايفين وده بيكون مصنوع من ايه ده بيكون مصنوع من العسل الاسود وشجر المخيت شجر المخيت ده بيطلع بازره زي العنب كده اللي بيصنعها المخيت ده بيمضغوها ويطفوها في الاخر يمزجوها بالعسل مصنعين في الاخر المخيت ده طبعا ده جهاز الصوت اللي هو بيصدر الصوت ده لما ورده بنفسك الصفيري هنصور عليه بعدين يعني بنكون مشغالين نفس الجهاز بس بدلا بنحط صوت الخديري بنحط صوت الصفيري العسل طبعا لازل بكل ريشو زي ما انتم شايفين كده احنا شايفين عسلو الخديري اصلا حولينا من ساعتها بتيجي توقف ولكن بتشعز ميلها تروح حربانة تاني بتكون مقلها يعني ان هي توقف على الاعوات دي طبعا اهم حاجة بتكذبهم هو الصوت طالع عسلورة هيا جماعة في عسلور تاني شوها في الشكل جدا ولكن ده بيجي بدري عنه وبيتأخر كمان حبة هنا يعني يعني ده بيخلص سجلاته الصرع انت عارفين طبعا ان المواسم بتيجي الاول الخديري والدانيش بعد كده بيقى فيه سمان بعد كده بيقى فيه امري بعد كده بيقى فيه بط باري بقى وبتبقى حاجات يعني بقى جايب التدريج كده فالمهم ده بيقى انه بيجي بدري فهو كمان بيهاجر او بيروح بدري بصوا بقى يا جماعة لما تيجي تطلع العسلورة هنا لازم تراعي جدا على السوردر ايق وصغير في الحجم يعني ممكن ايه يتقطع بكل بساطة شايفين بتنفسك العود بيد واتطلع برها خالص عشان يعيشه ما يتكسرش شوفها انطلعها ازاي طبعا يا جماعة الايدان دي هي تنفس الخديري بس هي بتقع كمان حاجات تانية استثناءات يعني على الصوت دوت هي اكيد يعني لو احنا مشغالين صوت طائر زي المعنى ده هتبقى اغلبية الطيور من النوع ده ولكن احيانا قليلة جنب صوت الخديري بينزل عصفير تانية او طيور تانية ومن ضمنهم اللي معنا ده وده واحد من اجمل انواع الكينات اللي ممكن تشوفوها ومن اجمل انواع الطيور المهاجر المصر وده اسمها سمنة الصخور طبعا الطائر دوت هو بيتغزع المجموعه عصع جدا من الحشرات ده صوتها زي ما انتم سمعين طبعا هو الطائر اليف جدا بغرقش اللي هو بيعمله دوت زي ما قلت هو بيتغزع المجموعه عصع من الحشرات وكمان بيأكل توت وهو طائر مهاجر او مبدئا يعني كل الطيور اللي جاية هنا النهاردة او في الفيديو ده هي مهاجرة بيهاجر من قارة اوروبا لجنوب افريقيا بيعبره في السكة على مصر واللي معنى دوت هو شكل الانسى من النوع ده الزكر بيكون شكله جميل جدا زي ما باين قدامكم في الصورة اللي معنى ده احتمال يكون ذكر لان هو لسه ليش وما اكتمالش ممكن يكون لسه بيعليش فممكن احتمال يعني ان يكون ييافع لسه كنا كمان اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن طائر اللي هو اللواء القراسي وقلنا ان هو شبه ابو النوم اللي في ايدي ده هوا ميت طبعا عشان احنا ملاحقنهوش للأسف يعني يواع في المخيط ومات على طور الطائر دعم ماتا نادل لما يواع في المخيط هو على طور بيبقى في الممكن اللي هي المفتوحة ولما بينزل على النخلة بيبقى مستخبي في الجريد فو بيبقى نايم كده متموه زي اللوايا القراسي يعني انت لو شفت اللوايا القراسي هو معنا برضه بالمناسبة وحطيته جنبه هتلاوي الريش من الظهر واحد هما الاتنين متكيفين لان هما كده كده تقريبا بيقوش في نفس البيئة الاتنين بيجوا مهاجرين من كارة اوروبا يعني اللي معنا ده هو السبد اوربي بالمناسبة فيه من النوع التاني اسمه المصري ده مكيم طول السنة ولكن اللي معنا هو السبد الاوروبي وطبعا لإسمه تاني هو ابو النوم لان هو بيفضل طول النهار نايم وبالليل يعني بيكون وقت نشاطه والطاير دوت عشان برضه يعرف يتغزع الحشرات بيكون فتحة بقه عملاقة جدا شايفين اصلا فتحة بقه وقت ده عملاقة زي ما قلت وكمان عينه واسعة جدا لان هو طاير ليلي محتاجة تكون بقلة العين او العين يعني تكون واسعة زي اخلب الطيور الليلية وهو طبعا برضه زي البومة لما بيطير طيرانه ما بيقاش مسموعة يعني الكائنات كل ما اتشابهت في نمط المعيشة يعني هتلاقي الكائنات الليلية كلها عندها عين واسعة ومثال كمان البوم والسبت هما الاتنين رشهم ما بيعملش اي صوت عشان مفيش اي مفترس او فريسة تحس بوجوده ومعنا دلوقت واحد انا بعتبره من اجمل انواع تيورو مهاجرة اللي عزيزة عليها اللي هو يعني كان في بداياتي بيجيب الطير ده على طول وهو اللواي القراسي نتسمي بقى اللواي القراسي ليه؟ عشان الحركة اللي هو بيحاول يعملها دلوقت واخدين بالكم هو يحملها دلوقت ايوه؟ اها شايفين الشكل ده؟ طبعا انا في الفيديو اللي فات كان معي اتنين بس وقت مستاني ان هم يعملوا حركة دي ما عملوهاش كنوا تعبنين شوية اما دوت يعني الحمدلله فاية شايفين؟ عشان كده تسمي اللواي القراسي وده قريب جينيا لطائر نقار الخشب هم الاتنين برضو الى جانب ان هم يعني قريبين جينيا من بعض عندهم لسان طويل جدا بحيث يطلل الحشرات من قلب الخشب الكائن ده بيتغز برضو الشكل اساسي على النمل ايوه النمل حتى من قره مدبب كده زي اغلبية اكلين الحشرات شايفين بيحوالي عبداني؟ لونه كم تموه زي مرتلكم من شوية من الظهر زي ابو النعم او السابد الاوربي اللي كان معنا من شوية اما بقى هتلاين بطنه زي النمل كده مخطط اصفر مخطط وزي ما قلت الطاير دوت عنده كمان ريش هنا كده في عارفه كده هو الصراحة يعني طاير جميل جدا ولسه معنا تيور كتير يعني بعد سامنة السخور وبعد اللوايا القراسي بعد السابد الاوروبي وبعد كمان كشارة الصفصاف او اللي هو الخديري يعني معنا كمان طاير جميل جدا ويكون صغير في الحجم وصائد زباب بالدرجة الاولى يعني هو بيتغز على الدبان طبعا واضح على شكل من قره يعني زي ما قلت لكم برضه في فيديوهات كتيرة قبل كده ان كل طاير بتشوفه بيتغز على ايه بتلاقي دوت يعني باين على شكل من قره مجرد ما نبص لشكل من قره تعرف تحدد اذا كان الطاير دوت اكل فواكه مثلا زي بغبغانات ولا اكل حبوب زي الفينيشات ولا اكل حشرات يعني اللوايا القراسي او قبل ما اكمل شرح يعني الطاير دوت اسمه الكولاعي طبعا اللي معنا برضه انسة لان الزكب يكون ليه شكل تاني زي ما برضه موضي حداكم في الصورة دلوقت المهم يا جماعة زي الخدري برضه هو بيصطاد الحشرات وهي الطايرة في السماء بالذات يعني الدبان هو بيتغز على الحشرات الطايرة وهو بيصطاد وهي طايرة ومعنا بعد كده يا جماعة الطاير تحس ونزل من الجنة لجمال الوانه وهو طاير الوروار او اكل النح طبعا الطاير دوت قبل اي حاجة احنا عندنا ثلاث انواع منه في مصر اجمالهم واكبرهم هو اللي معنا دوت هو الوروار الاوروبي طبعا فيه اتنوع تاني اسم الوروار ازرق الخد او الوروار العراقي ده بيكون اده في الحجم ولكن لونه مخدر شوية وطبعا اسمه ازرق الخد فطبعا فعارفين لونه هيبعمل ازاي ويا جماعة اكتر حاجة اتميز الطاير ده هو يعني فيه الوان كتير جدا يعني يبدأي من بطنه كده ازرق وكمان من تحت منقار اصفر وكمان لو تركزوا كمان في قشه فيه الوان ياما قوي وحتى من ظهره يعني ميدي على الوان ياما اخضر على فيروزي على تركوازي او زي ما تسموا الوان دي طبعا بنت هاي اللي هتفهم في الانواق اكتر مني يعني المهم الطاير ده بيجي في الوقت ده مهاجر من قارة اوروبا مش موجود طول السنة وانا اتكلمت عن ازرق الخد اللي هو برضو بيجي مهاجر في وقت الربيع فيه نوع التالت بقى هو اللي بيجي في مصر على طول او مقيم يعني على طول هو الوروار المصري الاصغر او الوروار الاخضاء طبعا الطاير ده زي ما قلت هو عدو النحلين لان هو بيتغز على النحل والدبابير هو وحوام العسل يعتبره الد اعداء لاي منحل او اي حد يعني يعمل مزرعة نحل او مزرعة عسل هم الاثنين بيتغزوا على الدبابير والنحل بشراهة كبيرة جدا ان هو ده بيتغزى لحاجات تانية طبعا غير النحل بيتغزى على السحالي واي برضو زواحف صغيرة في الحجم او اي حشرات او مفصليات ارجل زي اي ام اربعة واربعين مثلا يعني بيتغزى على مجموعة واسعة من الحشرات ولكن هو بشكل اساسي بتغزى على النحل وطبعا انا مش هايز اعكن ان عليه مصار هجريتو وحاطلك صلاحه تاني فمبدأيا كده يلا بنا نشوف طريق طيران هتبقى عاملة ازاي خلع انا لسه شايفه استيش عارف حيبان في الكاميرا ولا لأ بس هو ما ادنيش فرصة حتى اصوره ده يعاني مسدق هو بالمناسبة وقف على الشجر اللي هنا خالص دي او النخل اللي هنا خالص المخيت دوت مش بيمسك تيور بس بل هتتفاجئه هو بيمسك تاني هو ده يا جماعة اللي اتكلم عنه المخيت اه بيمسك تعبين بس هو موضوع غريب اه ازاي تعبان بيطلع على مصياد التيور ويلزق في المخيت التعبان دوت يعني بغض النزع ايا كان نوع يعني لما بيشوف العصفير دي هي عصفير صغيرة في الحجم وفي الاخر بيطلع على المخيت او على اعواد المخيت عشان يأكل العصفير دي يروح مين هو اللي لازق في المخيت التعبان ده مش بس هو اللي بيلزق فيه كمان حشرة زي حشرة اليعسوب هي كده كده بتطير في الجو وبتقف بالصدفة على اي عضو وهي كم بتلزق للأسف التعبان دوت وانا مسك التير من شوية قبل ما اصور اي حاجة رح رائعني عضة انا طبعا كنت مسك التير في ايدي فملحاتش اشير العضة السرعة فللأسف هو دخل كمية صم روه جسمي في الاخر خلص بعي زي ما انت شايفين كده وارم يعني الصبعين هم قصد بعض حتلاقوا واحد وارم والتاني لا ده السرعة عضة التعبان هو تعبان ضعيفي الصمية ولكن مازال في الاول والاخر صم اي نعم هو مش حيموتني ولكن مخليني حاسس بدخة وحرقان وحمرار وتورم مكان اللي عضة انا طبعا كنت فغين عنها بس انا مكادش ايدي فاضي يعني لو كانت في ايدي فاضي كان اول ما عدني كنت اروح سالة سننا على طول ولكن الاسف هو اتمكن مني النهاردة ده تعبان ابو السيور ومن نوع ابو السيور الزراعي ده اكتر تعبان شائع في دلتا وادينيل في الاراضي التينية السامرة عندنا منه في مصر اربع انواع طبعا جنسه بيدم اكتر من 30 نوع ولكن في مصر اربع انواع ده طبعا اكثرا شيوعا وانتشارا ودنا ثانية نوع ان consume وهو ابو السيور الراملي يعيش على themselves المتوسط والبحر الاحمر ابو السيور الراملي يسموع تعبان الهرسين في أوسطير التلاتة النوع قائد وهو ابو السيور الاحمر وا presentations فسالة مثلو كرة اكتر هذا November بوشلاتين من دمن المنطقة دي انا بكلمكم وشايف صيل بين العصفيري خديري طير قدامي دلوقت فالتعبان دوت عنده انياب خلفية بتكون في التلت الاخير من الفك وبيكون سريع جدا وللاسف انا مش عارف اقول لكم ايه بس يعني العدة كانت وحشة فانا خلاص النهاردة كده خلصنا الفيديو وكده بقى حروح عشان العدة اللي اتعضيتها دي يعني احط عليها مرهم ولا اي حاجة عشان تخفه